انا جاهز ان شاء الله. خلاص. تمام. اه في الاول من راحب بحضرتك. دكتور عمر سليم موجود معنا طبعا بيمة وفبرة كبيرة. اه في مجال البيم والنمزاجة ومؤسس البيم ايريبيا. ومحرر طموص بيم النسخة العربية. وباحث سابق بجامعة قطر. اه النهاردة بازن الله هنتكلم عن العمارة. وازاي نستفيد ونستخدم ال اي اي كمام ريين او طلبة دكتور عمر يقدر يكمل معنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعني بداية حابب اشكر كل الحضور. وان شاء الله يعني يكون محاضرة خفيفة كده ان شاء الله. ويعني سعيد من اغلب الناس اللي موجودين اه يعني عرفهم بصفة شخصية. فيعني سعيد بوجدهم وان شاء الله نستفاد ونتعلم منهم ان شاء الله. وهنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة موضوع الزكاء الصناعي. هو طبعا اعتقد ان احنا كلنا يعني ما فيش حد فينا ما استخدمش الزكاء الصناعي. ومحتاجين ان احنا نوظفه للشغل بتاعنا. يعني السؤال الاساسي اللي احنا لازم نجواب عليه النهاردة هل الزكاء الصناعي هياخد الشغل مني ولا اقدر استعين بي في ان انا انجز الشغل بتاعي. دي اهم حاجة لازم نحن نفكر فيها. لان هو زكاء الصناعي دلوقتي بيحطنا في كل حاجة. يعني كل التولز اللي انت تستخدمها لما تيجي تدخل تستخدمها دلوقتي تلاقي الزكاء الصناعي بقى جزء منها. يعني موقع زي الفيسبوك جوجل. خلاص الزكاء الصناعي بقى جزء منها. فلازم نحن نبدأ نشوف ازاي نتعمل معها. يعني حتى البرامج اللي احنا بشغل بيها والريفت اركي كاد. كله بدأ يستخدم الزكاء الصناعي. يعني كان فيه اجتماع في الشركات العملاقة ديت. ولا احنا مش خايفين من شركة العملاقة تانية. احنا خايفين من شباب زي اوكو. يقدر يعمل برنامج بالزكاء الصناعي ويعمل حاجة اقوى مننا. ويكتسح السوق. يعني فيه قطر بيهدد الشركات الكبيرة لو هي ما قدرتش تتجاوب مع الزكاء الصناعي. فاحنا برضو لازم نحن نشوف ازاي اقدر استخدم الزكاء الصناعي بشكل سهل جدا وبسيط ان شاء الله. دلوقتي كل المبالات بتاعنا بقى فيها زكاء الصناعي يعني سواء سيري مثلا بتستعب زكاء الصناعي وتقدر بتسألها اسئلة رهيبة وتقدر انها تجاوب عليها. يعني ممكن في اي لحظة تقول له انا عايز اقرب مطعم ليا. تمام لسا فتح دلوقتي. يعني الساعة ثلاثة بالليل مسلا وانت جوعت. فتروح شغل سري في ان المطاع الفرحة دلوقتي يبدأ ان هو يجاوبك عليها. عربية زياتية الكيادة بقت موجودة بشكل كبير جدا في اماكن كتيرة. ما بقاش نوع من انواع الخيال اللي علمي او تجريبي لا ده بقى موجود في كل حاجة. طيب حابب اسألكو والناس تفتح الماقات او تكتب زي ما عايزة. لو واحد نتكلم عن مصطلح الزكاء. ليه اقول ان فلندا زكي يعني واحد زكي في الدفعة. ايه مصطلح الزكاء يعني الزكاء الطبيعي او الزكاء البشري. ايه هو تعريفه? حد ممكن يشارك معنا. حد مختلف. حد بفكر مختلفة. حد مضيف. حد بيديه في حاجة مختلفة. تمام جميل. حد تاني يجاوب معنا. اه فيه منصح يهوت. مصطلح تفكير عالي. تمام? طيب احنا ممكن نقول ان هو يعني شخص بيقدر يتعامل مع حاجة ما تضربش عليها. مثلا يعني حصل موقف فقدر ان هو يصرف غير اللي الناس كلها متعود عليه. تمام? يعني انت متبرمج على حاجة معينة. ان انت تعمل كذا كذا كذا. تمام? حصل حاجة ما تقلت لكش. يعني انت قال لك مثلا ان انت اول ما تجي لك المشروع تفتح وتعمل كذا كذا كذا. فجئت ان فيه حاجة فيها مشكلة. فاتعطلت لأ احنا عايزين ما تتعطلش. تبدأ ان انت تفكر فيها. تبدأ ان انت تكتشف الحاجة اتعام معها ازاي? تقدر ان تكتشف لو فيه اي اخطاء. فهيه دي الزكاء البشري. وحتى الان الزكاء الاصطناعي مش قادر يوصل للنقطة دي. تمام? يعني من ضمن اللي فيه بحث 12 النهاردة. بيتكلم ان الزكاء اللي صناعي برضو عنده بعض المشاكل. بمعنى ايه? ان فيه بعض الاسئلة هو احفزها. لكن لما عملوا تعديل بسيط فيها. غيروا بس اسم الشخص. اه ادامه من نتائج اه يعني مش مش بنفس القوة اللي هو اضرب عليها. يعني مسلا ايه? فيه واحدة اسمها ام احمد وعندها تلات اطفال. اه شمس وامر والتالت اسمه ايه? تمام? لما غيروا احمد دي وخلوها علي ما بقاش يديك نفس الاجابة. فهو عنده قدرة رهيبة ان هو ياخد معلومات كتيرة ويحللها لكن حتى الان الزكاء البشري بيتفوق عليه. تمام? طيب الزكاء اللي صناعي برضو ايه? ان انا عايز الكمبيوتر يفكر زي الانسان. يعني يبقى عنده امكانية على التفكير والابداع. وان انا ما حفزوش كود يبدأ ان هو اشتغل بي. يعني ممكن الزكاء اللي صناعي اقول له اعمل خطوات واحد اين تلاتة اربعة. لو خطوة منهم اتعطل فيها بشي قدر يكمل. دي مشكلة البرمجة الطبيعية او البرمجة العادية اللي همتعودين عليها. ان انا بقول له مسلا اه روح افتح الباب وانزل هاتلي حاجة من سور ماركت. فلو لقى الباب مفتوح او لا بيتعطل وما يادرش يشتغل لان هو في خطوة لازم ان هو يعملها. فلا الزكاء اللي الصناعي مفروض ان هو يقدر يتفاعل مع اي مشكلة بتحصل هو ما تبرمجش عليها. وده اللي احنا هنشوفه. وده اللي اصبح في امثلة كتيرة ان نقدر ان احنا نتكلم فيها. طيب الزكاء اللي صناعي يعني حاولوا ان نتشارك مع بعض كده لان انا كل محاضرة باستفاد من الناس استفادة اكتر من اللي هما بستفدوها مني. طيب تفتكروا الزكاء اللي صناعي ده بدأ سنة كام? انا عارف الناس قالت السؤال ده قبل كده فهم حاضرة وانتو عارفين الاجابة. طيب الزكاء اللي صناعي كان سنة كام? بدايته. بداية زكاء اللي صناعي. مضبوط. في الاربعينيات مع الحرب العالمية التانية الناس كانوا محتاجين ان هما يفقوا شفرة عند الالمان فبدأوا يعني كان بداية الكمبيوتر هو زكاء اللي صناعي. يعني ما كانش فيه كمبيوترات ودأوا يفكروا. احنا نخلي الكمبيوتر هو اللي يفقر زي العقل البشري. دي كانت البداية. فانتو بتخيلين ان هو حاجة من زمان جدا. تمام? الالمان بيعملوا شفرة وكانوا على ما يفقوها تكون الشفرة تغيرت. فقال لك لا احنا لازم نعمل الكمبيوتر يفق الشفرة بشكل سريع. وكان من ضمن الحاجات اللي حصلت سنة ١٩٩٧ ان فيه زكاء الصناعي كان معمول اسمه ديب بلو. ده كان متخصص في لعبة الشطرانج. فانت فاز على بطل الشطرانج. تمام? ودي كانت مبراء العالم كله كان بيتفرج عليها. لان هو بيراهن هل العقل البشري هتغلب على الكمبيوتر ولا الكمبيوتر هو اللي يتغلب عليه? وهو يعني ده كان بطل العالم في الشطرانج. يعني جالوا صدمة في في الاول وقال لك لا ده في حد بشري هو اللي بيلعب ممكن يكون حد خبير في الشطرانج وبتاعه وبعد كده اكتشف لا ان هو متبرمج. فطلع من فكرة حلوة قوي اللي هي ان انا تعاون مع الزكاة الصناعية يعني نعمل انا انسان والزكاة الصناعية معي ونفكر مع بعض ونبدأ نحرك الشطرانج مع بعض. لكن لازم اللي يحرك هو الانسان مش الزكاة الصناعية. يعني الزكاة الصناعية يفكر ويحلل لكن يديني انا اللي عمل. يعني لو مسلا بنتكلم على حاجة في الطب مسلا. احنا نفكر مع بعض. لكن اللي يقول التشخيص واللي يقول الدواء واللي يحدد طريقة العلاج هو الانسان. لان ممكن الزكاة الصناعية يدي النتيجة او يدي حاجة تكون خاطئة. فعشان اتجنب الاخطاء يبقى الانسان هو اللي ياخد القرور. يعني تخيل مثلا اللي احنا عاملين زكاة الصناعية مسيطر على الجيش. وهو قال لك انا من رأيي ان انا اه اقضي على نص البشرية بحيث النص البتاني يلاقيه يوفر في الاكل ونحل مشكلة الاكل ونحل مشكلة الادوية. تمام? فلا ما ياخدش هو القرور. احنا لناخد القرور. في واحد اللي هو اخترع الزكاة الصناعية او بحط قصص الزكاة الصناعي في ايام الحرب العالمية التانية كان اسم تورنت. وبالبراسبة معمول فيلم كامل عن قصة حياته ازاي ان هو اخترع الزكاة الصناعية. قال لك احنا نعرف ازاي ان الزكاة الصناعية ده قول? لا. ان احنا يبقى في كزا حد ممكن تكلمه. في كزا حد في كزا غرفة. فيه غرف فيها انسان وفيه غرف فيها اه كمبيوتر. لو انا قدرت ان انا اتكلم معاك فترة طويلة وانت ما اكتشفتش انا انسان ولا اه ولا كمبيوتر خلاص يبقى كده ده زكاة الصناعية. يعني لو انت اتصلت مسلا طلبت الواجبة زي ما قولت تلاتة الفجر. وحد رد عليك وتكلم معاك وحدد الوردر وبيكلم معك صوت. وقفل معاك وانت ما اكتشفتش ان هو ده اه كان كمبيوتر. فكده زكاة الصناعية اه قدر يتعدى الاختبار اللي هو اسمو تورينج. طيب مسابقة تانية برضو لعبة اسمها جو ودي من الالعاب اللي صعبة جدا يعني الشاطرانج بيبقى في عشرين حركة هنا ببقى في متن حركة. والكمبيوتر الناس اللي برمجته ما كانش تعرف اللعبة دي. يعني هما بيش عارفين القوع بتاع اللعبة. بس عملوا ايه? فرجوه على ناس كتيرة بتلعب اللعبة دي. فرجوه على افلام كتيرة. بدأ يتعلم اللعبة دي. وقدر ان هو يتغلب على بطل العلم وكان واحد سيني. في اللعبة دي. واللعبة دي من الالعاب الصعبة واللي هي قواعات كتيرة وحاجات زي كده. فهو ساعتها لعب حركة. يعني الحركة دي رقمها. الحركة رقم سمعة وتعاتين. اول ملعبها الناس قالوا لا ده هو لعب حاجة غلط ده كده خسر ده. لكن اكتشفوا ان هو عمل حركة. هم ما تبرمجش على قبل كده. ما تلعبتش قبل كده. يعني زي ان هو يضحب الوزير مسلا عشان يكسب بالمبراكل لها ويدعى الملك اللي اصاده. هو لعب حركة كده غريبة والناس قالوا ان هو خسر. لكن هي الحركة دي اللي خلته يكسب البطولة وما ما تدربش عليها. ما كانتش موجودة في المواد اللي هو تدرب عليها. فاحنا عندنا بقى زكاة اصناعي. في زكاة اصناعي ضيق اللي هو بيعمل حاجة واحدة. يعني ممكن نعمل زكاة اصناعي متخصص في ان هو مسلا يعمل صور. او ان هو يساعدني في شغل الهندسة. او ان هو يساعدني في ان انا مسلا اسأله بعض الاسئلة. وفي زكاة اصناعي العام اللي هو ممكن يفكر معايا في اي حاجة انا عايزها. وده اللي موجود في وبايوت والحاجات ديت. وفي زكاة اصناعي الفائق اللي هو يفكر اعلى من الانسان. وده لسه حتى الان ما حدش قدر يوصل له. ما فيش اي موقع وصل لحاجة زي كده. ده بالنسبة للزكاة اصناعي. في جزء بقى جوة زكاة اصناعي. يعني الزكاة اصناعي في حاجة تلك اوي. في ان هو يحول الكلام بتاعي ده. في مثلا زكاة اصناعي بنسطابه جوة جوجل ميت اللي احنا بنستعمله دلوقتي في المحاضرة. يعمل ايه? بقى موجود معايا ويلخص للمحاضرة بعد ما خلص ويبعط لي ملخص للمحاضرة. او عندي ميتنج فبيروح ملخص الميتنج ويقول لي اهم من اللوقات اللي ذكرت. والتسقاط وكل واحد عليه يعمل ايه? ويبعط هالي بحيث ان احنا يبقى سجلنا الميتنج بحيث ان يبقى في ايميل يوثق المحاضرة ديت. فدي فكرة الزكاة اصناعي. الزكاة اصناعي في جزء اسمه وهو ان هو يتعلم من كل حاجة نا بعملها. يعني الزكاة اصناعي موجود معايا بيرائب كل حاجات انا بعملها كل حرقة. وبيبدأ ان هو يتعلم حاجات هو ما يتضربش عليها. تمام? يعني كان مسلا ايه? اه انا هسطابه وخليه جنبي. وانا متعود ان انا مسلا برجع لوح فمتعود ان اركز مسلا على التاريخ واركز على كذا واركز على كذا. هو بيشوف الحاجات اللي انا بعملها ويتضرب عليها ويعملها. متعود مسلا لما اجي اسم حاتة ارض خطوات معاينة بعملها. هو بيتعلم مني حاجات مش لازم ابرمجها ومجرد ان هو بيشوف انا بعمل ايه? ده تعلم الالة المشيل لرنين. عربية ذاتية القيادة بتبدأ تشوفني انا بسوق ازاي? وتتعلم مني وتاخد نفس الخطوات اللي انا بعملها. فهي صورة عبارة عن الالات تقدر تتعلم من خلال انها بتحلل البيانات. وتعرف انها تتعلم من الخطوات بتاعتي. يعني مسلا باركم بتشكل معين. يبدأ ان هو يعمله. مسلا سطبت التعلم الالة ده عندي في الكمبيوتر او في البيت عندي. فانا متعود كل ما بدخل بزبط درجة الحرارة على حاجة معينة. وابني بيزبط على درجة ثانية. فهو اوتوماتيك اول ما ادخل يشوف انا بزبط درجة الحرارة على كام الحاجة الصوت اللي انا بسمحها سواء قرآن او درس او حاجة. والنارة مثلا يبدأ ان هو يتعلم وياخد باله من الخطوات بتاعتي. فهو التعلم الالي بقى ممكن نسامله اللي تقسيم. ان انا اقعد معي واشرح له كل حاجة. تمام? وانسوبرفايزد ليرنينج دي بقى لما يكون عندي داتة كتير جدا تمام? بديله داتة كلها واقول له حللها وقسمها وابدأ ان انت استنتج منها اللي انت عايزه. كان فيه على الفيسبوك انتشر فترة يقول لك ارفع صورتك وانت صغير. فناس كتير بدأت ترفع صورة هو صغير كان تحدي كده ان انت رفع صورتك مسلا من عشر سنين. فبدأت يتضرب على حاجة زي كده. بعد فترة بعد ما اتضرب كشكل قوي جدا. قال لك تو برفع انت بقى صورتك دلوقتي وانا هقول لك شكلك بعد عشر سنين هيبقى عامل ازاي? لان هو اتضرب مسلا من سن كزا لسن كزا الشكل بتغير والشعر بيبيض والحاجات دي كلها. فالفكرة لو انا عند كمية داتة كبيرة جدا ما ادرش استخدم سوبرفاست ليرنينج بستخدم الان سوبرفاست ليرنينج وبابقى مدربه على طريقة معينة في الفهم. الحاجة التالتة اللي هي ري انفورس منت ليرنينج. ان انا بديله يعمل لعبة معينة يبدأ ان هو يلعبها. ولو عمل حاجة كويسة بديله هدية جسرة. لو عمل حاجة غلط عصاية. اضربه مسلا او اخسره نقط. فبيبدأ يتعلم من التكرار. وممكن الموضوع ياخد مسلا منه تلاتين الف تجربة. لكن تلاتين الف تجربة على كمبيوتر. ممكن يتمه مسلا في تلاتة او اربعة ساعات. تمام? لكن هو اتضرب بشكل بشع او بشكل قوي على اي حاجة ممكن تجيله. فده ان انا بقدر ادي له كل الديتا. تمام? اقول له مسلا ان ده قطة. ده كلب. ده حيوان مسلا اي حيوان. فبديله صور حيوانات كلها ويبدأ يتعرف عليها. وانا بدي له اسم الحيوان. فبدأ ان هو اتضرب عليه. الان بدي له كل حاجة. هو بيبدأ ان هو اقسمهم. حسب الشكل بتاعهم حسب التفاصيل بتاعتهم. وبابقى اعمل اه خلايا او بابقى اعمل خوارزميات تقدرناها. تقسمهم حسب صفات بتاعتهم. الحجم واللغن والشكل وكل حاجة. يعني ممكن ادي له مسلا تصميمات معينة. وابدأ اقول له ده تصميم مسلا زوا حديد. ده تصميم حسب فاتحي. ده تصميم كزا. فيبدأ ان هو يفهم بحيس لما اشوف اي تصميم يبقى عارف. انا بدي له كل حاجة هو يبدأ يقسمهم. وبعد كده انا بدي له الاسم بحيس يقدر يتعرف عليهم بعد كده. الموضوع. اللي خلى زكاية الصناعة بقى دلوقتي منتشر رغم ان هو اصلا من يعني تقريبا مسلا من ثمانين سنة. ان زمان كنا محتاجين اجهزة قوية جدا. محتاجين كدرة كبيرة جدا على البرمجة. ما كانش حد يتشغل فيها غير لم يكون مخلص الدكتوراه وحاجة كبيرة جدا. دلوقتي اصبح الموضوع سهل جدا وبسيط لدرجة ان انا بديها في محاضرات او بديها لناس في ابتدائي واعدادي وممكن نكونوا مدخلوش اصلا ابتدائي ونعملها مع بعض والموضوع بسهل جدا وبسيط. على سبيل المثال ده حاجة اسمها لوب دوت اي 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 ده الموقع دوت سهل جدا في الاستخدام. انا بسطبه عندي البرنامج. كل اللي انا بعمله هو سهل انت تسطبه يعني ما فيوش اي حاجة خالص. خليني ادخل على الموقع نفسه. انت مش محتاج تكتب كود ولا شفرة ولا اي حاجة خالص. ماشي? البرنامج كل اللي انت بتعمله ان انت بتصور بالقاميرا حاجة معينة اكتر من مرة وتقول له دي اكس. وبعد كده صور حاجة تانية. صور كتيرة. وتقول له دي واي. يبدأ ان هو يتعرف عليها بشكل اوتوماتيك. يعني انا مثلا صورت نفسي صور كتيرة وانا بشرب قهوة. وبعد كده صورت نفسي صور كتيرة وانا بشرب قهوة. وقلت له ابدأ اتعرف عليها. تمام? كل اللي انا بعمله ان انا بدوس على زرار واحد بيصور. تك 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 بس. اه. تمام? وبعد كده بقول له طب خلاص. انت كده اتدربت بشكل كويس وعرفت الفرق بين الصور والصور به. طيب انا ده وقت هابدأ اشغل القاميرا وابدأ ارفع وعمل. فهو اوتوماتيك بيبدأ ان هو يسجل ان انت مسلا دي كوباية دي بش كوباية. الكلام ده ممكن استدروف ايه? ممكن استدروف مسلا لو احنا قلنا ان الموقع لازم تبقى لابس خوزة. فالقاميرا الفيديو اتشغالة معك. اول ما حد يدخل وهو مش لابس خوزة يدي تنبيه. اي حد مش لابس آآ آآ الشوز يبدأ ان هو يدي تنبيه. ممكن تستخدم مسلا ان الراجل الطيب هنا استخدام في ايه? ان هو يتعرف على نباتات. صور صور كتيرة فانت بالقاميرا يتبقى يقول لك ده نبات ايه? يتعرف على امراض. يعني الامراض اللي بتسيب النباتات. اول ما شوف حاجة معينة يبدأ ان هو ينبيه. ولا بيبرمج ولا حاجة خالص. كل ما يشوف حاجة بيروح ايه مصورها? ويقول اسمها كزا. بحيس ان اي حد ثاني يجي بعد كده ايه بتتعرف عليه? ده موقع اسمه تيتش اه تيتش اه تيتش اول ماشين تبع آآ جوجل موقع قوي جدا انت برضو بتشغل الكاميرا وتصور او ترفع له صور كتيرة لحاجة معينة. يعني ممكن ترفع له صور كتيرة مثلا لحاجة معينة ويبدأ ان هو تعرف عليها. هنا مثلا الجهاز بقى مثلا لو عندك فول سوداني ولب حاجات كتيرة تقدر تقول له انت تعرف على الفول سوداني وتعرف على اللب ويبدأ ان هو يقسمهم. او موسيقا معينة تخليه يسمع موسيقا كتيرة جدا ويبدأ بتعرف عليها او حركة معينة. فالموضوع بقى سهل جدا ما فيهوش اي حاجة من الصعوبة. تمام? ومثلا هتصور مية وتقول له دي مية تصور عصير وتقول له ده عصير وهكذا. فيبدأ ان هو يسجل قاعدة ببيانات ويبدأ ان هو تعرف عليها. في حاجة تانية برضو جوة الماشين اسمه التعلم العميق. اللي هو ايه? ان انا ما بشرح لهش كل حاجة. انا بدي له خوارزميات وافكار معينة هو يبدأ ان هو يتعرف عليها. التعلم العميق يعني نوع من انواع التعلم الالي. لكن انا ما بدخلش معاه في انه لا اشرح. انا بقول له خد المعلومات اهيه وابدأ انت افهمها. وانا ببقى تدي له خوارزميات بحيس ان هو يبقى عامل زي الزكاة البشر ويبدأ ان هو يفهم اه حاجات انا نفسي معرفوهش. يعني انا بدي له مثلا سور تحليل ويقول له حاول ان انت توصل لمعلومة. تمام? هنا مثلا موضوع ان هو يتعلم الراكين. هو يبدأ يجرب كذا مرة لحد ما يوصل لافضل طريقة اه يركب بها. بتبقى عاملة زي العقل البشر يعني هما قاعدوا نظرات كتيرة وقاعدوا يفكروا وناس كتير عاملوا مؤتمرات. وفي الاخر قال لك احنا عايزين نوصل لتفكير الانسان فاحنا نعمل زي الخلاياة اللي موجودة في الانسان. بيبقى عندي جزء خاص بالانبوت. وعند حاجات خاصة بالاوبوت. وفي الجوه بيبقى فيه يعني حاجات بتبدأ انها تفكر بشكل كويس بيدي نقط يعني هنا مثلا. نفترض انها عندي طفاحة. فانا انا مش شايفها. ازي اعرف انين طفاحة? ممكن من خلال الشم من خلال اللمس من خلال كذا. ممكن يكون عندي مثلا حيوان مسلا موجود قطة. انا المعلومات. وببدأ ادل كل واحدة فيها وزن معين بحيس ان في الاخر اصل لنتيجة ان دي مثلا قطة بنسبة مئة في المية. فدي الخلايا العصبية اللي موجودة اللي اساسا الانسان بيفكر بيها او الانسان من خلالها بيتر تعرف على الشيء. لكن الطفل الصغير يقدر من خلال من مرتين ثلاثة اربعة شاف حاجة معينة يقدر ان هو يتعرف عليها. حتى الان الكمبيوتر وزكاة الصناعي محتاج ان انا اوري له الاف الصور عشان يبدأ يفرق بين القطة والكلب. فقوته ان هو بتضرب على حاجة كتير جدا. ماشي? طيب. التعليم المعزز ان انا بدي له لعبة. ان انا خليه جرب بيلعب. يعني ممكن اقول له مثلا ارسم لي بيت. وهبدأ اشوفه رسم البيت ولا لا. وهبدأ اكتشف الاخطاء. يعني لما يكتشف اخطاء ابدأ ادي له نقط غلط اقول له انت اخطاء تف كذا. فيبدأ ان هو يصلحها. لو عامل حكا كويسة بابدأ ادي له نقط وقول له انت صح كمل في نفس الطريقة. احنا هنا مبرمجنوش على ماريو. يعني معرفش الجيل الجديد. عارف لعبة ماريو ولا لا. بس يعني كانت لعبة اتمناها فترة طويلة يعني مكانش فيها لعب تانية غيرها. فلعبة ماريو ديت. ما قولنا لهش ايه القاعد بتاعتها. كيانك فتحت اللعبة وعدت تلعب. تمام? مع الوقت اكتشفت ان انا لو خبطت هنا باخد نقط. لو خبطت هنا باخسر نقط. وهكذا. ودي بتفيد ان انت متعدش تتعلم مسلا التصميم هندسة ولا بتاع انت بتخليه جرب ويبدأ ان هو يكتشف حاجات معينة على نفسه. زي مسلا الاعمدة القاميرات ان كل باب لازم يكون لباب كل غرفة يكون لها باب بيكون مساحة شبقك وهكذا كل الحاجات دي بيبدأ ان هو يتضرب عليها. طيب هنبدأ بقى نخصص ايه القوة في الزكاة الاصناعي? عشان يدخل في العمارة ويبقى حاجة قوية جدا في العمارة. محتاجين حاجتين. خوة ريزميات يعني يعني يدي له افكار معينة والبيج داتا اللي هي يتضرب على حيات كتيرة. يعني هو بقى قوي جدا في الطب ليه? لان المستشفى كلها بالذات في ازم الكورونا شاركة البيانات فبقى عند كمية بيانات كتيرة جدا يتضرب عليها. فبقى سهل ان هو يتنبأ بمرض زي مرض السكر او الضغط او 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 او. قبل ما يحصل بفترة. وشاف النتائج اللي قبل مسلا حد مرض سكر. حصله ايه? او جاله ايه? فبدأ يستنتج ان ممكن يحصل له كزا بسبب الابحاث الكتيرة اللي حصلت بسبب الداتا الكتيرة اللي تمت مشاركتها. انما لو ما فيش داتا. بشي بقى متضرب بشكل كويس. ماشي? يعني اي مجال بيتضرب عليه بشكل كويس. بيدي له داتا كتيرة. يبدأ ان هو يشاركها. على سبيل المثال زواء حديد. الناس كتيرة عارفاها. ناس كتيرة عايز تعمل بتصماب بتاعتها. فهو متضرب بشكل حلو قوي على زواء حديد. لكن ممكن مهانسين احسن من زواء حديد. لكن مش معروفين قوي. هو مش متضرب عليهم. فلما تطلب منه حاجة بيبقى عنده فقر في المعلومات. بيأخذها كوبي بيست من غير ما يفكر او من غير ما يبدع فيها. طيب. ده مثلا موقع. كل حاجة موجودة هنا رابط بداعتها. يعني في البرزنتيش. انا شاركوا معكم ان شاء الله. هتلاقي الرابط. ده مثلا حاجة بسيطة جدا. ان انا عندي. عايز اعمل تصميم مثلا. هقول له. انا عندي المدخل بتاعه هنا. تمام. هو اوتوماتيك. هيبدأ يعمل لي البيت كي ان انا فعلا عملت كل التفاصيل. تمام? اه عايز اعمل مثلا الشباك بتاعه هنا. فيبدأ يعمل لي التصميم ان الشباك فعلا في المكان دوت. مجرد انها بس ايه? بتدوسها الحاجة ويبدأ ان هو يعمل لي الحاجة اللي انا عايزها. ماشي? اهو. البيت ده موجود. ويبدأ يعمل تحليل الانورة نفسها تدخل ازاي. الشباك مثلا هنا. طب عايز اغير مثلا في الفلور. ممكن احط الفلور مثلا هنا. يبدأ يغير لي التصميم. فالموضوع بقى اصبح سهل جدا وبسيط. واساسي بقى موجود في الاوتوكاد والريفت في الازارات اللي هتنزل ان شاء الله خلال شهر قليلة. يعني الشرقات كلها شغالة. اللي هيسبق هو اللي هيقدر يعمل حاجة بالذكار الصناعي قوية. دلوقتي بقى لو انت عملت سكان وبيدي اف مسلا لاي لوحة. وكان مكتوب فيها مسلا ان المهندس طالب الغاء عمود. فاول ما ترفحها الزكاة اللي صناعي بيبدأ يتعامل مع الامر ده ويلغي لك العمود. لو كاتب انت كومنت بخط ايدك ان انت مسلا محتاج تحرك الحطة دي. اه نص متر. يبدأ ان هو يحركه لك. فالموضوع اصبح حاجة اساسية وبقت موجودة. وده اللي هيحصل قريب جدا انه وهوريكم بعض الفيديوهات لحاجات فعلا حصلت الفترة اللي فاتت. فعندي حاجة لازم كلنا نتعرف عليها اسمها الزكاة الاصطناع التوليدي اللي هو ده ان هو كوان لي صورة او يكوان لي صوت او يكوان لي فيديو او يكوان لي كود يعني ان انت محتاج ان انت ببرمج حاجة فبدل بتوع تفكر فيها بقول له اكتب لي كود يعني انا احتاجت بعض المعلومات وعشان عاد اكتب الكود هياخد مني وقت. فبقول له اكتب لي كود. زكاة الصناعي اكتب لي الكود وابدأ اجربه واشغله واشوف فعلا هشتغل معي ولا? تمام. ده مسلا حاجة هيت. ده مخطط لمصنع ارباص بواسطة نظام التصميم التوليدي. اديو له بس المكان. حتة الارض بدأ يعمل لنا التصميم ويبدأ يعمل تحليل للحرارة والغياح والكل حاجة. ده بتطبيق اسمه كونيكس. اللي مبرمج الحاجات كونيكسي ده مهندسين مصريين. تمام? يعني مش جايب لكم حاجة يعني حاجة من اوروبا ولا امريكا لأ مهندسين مصريين عملوا حاجة كويسة جدا. اهي ان انت بتحدد حتة الارض اللي موجودة وتركيزهم دلوقتي على الفيلال اللي في السعودية لك. الفكر نفسها ممكن تطبقها في اي مكان. وتقول له انا عايزك تأسامي حتة الارضية. فبيبدأ يعمل دراسة. ويشوف لنا افضل تسمط ويعرضهم لك. ويبدأ يطرح الحاجات اللي ممكن تكون فيها مشاكل. وانت تقول له مسلا عايز اربع غرف نوم. عايز مطبخ كبير. عايز كزا عايز كزا. فيستثني اي تصميم ما فيهوش الحاجات دي. ويبدأ ان هو يطلعها لك في الاخر اوتو كاد او ريفت زي ما انت عايز او بي دي اف. فدي حاجة موجودة هي الموقع هاو. ويبدأوا ان انتم جربوه اسمه كونكس دوت اي اي. هنشوف كزا موقع لناس زينا عرب مصريين الموضوع باش مستحيل ولا حاجة خاصة. ده تصميم برضو كونكس عاملية وعملوا برضو تحليل لتوفير الطاقة. ويدروا يوفروا طاقة بمقدار. تمانية وتمانين في المية. يعني هم عملوا شافة التصميم الاصلي وبدأوا يعملون تصمات كتيرة. وزكاة الاصناعي يبدأ يجيب لهم افضل تصميم بحيث ان هما يوفروا تمانية وتمانين في المية. باش بنقول اتنين في المية. ده ده وفر اكتر من تلات ربع الطاقة. دي برضو من دبن التحديات. قالوا له. قالوا لزكاة الاصناعي. عايزينك تجيب لنا افضل تصميم للدرون. فبدأوا يعملون تصمات كتيرة. وبدأوا يتكلموا مع بعض. الزكاة الاصناعي مع الزكاة الطبيعي. وبدأوا يوصلوا الافضل تصميم للدرون. لو حصل لها مشكلة في الدرون. ابدأ افكر فيها. بدأوا يعملوا افضل تصمات لكوبري مثلا. فبدأ يعمل لهم تصمات ويبدأ يشوف التصميم لو تغير فيه ايه اللي ممكن يخليه يدي جودة اعلى. في حاجة انا ممكن تبدأ ان انت تعيد التصمات بتاعتها بحيث انها تكون مريحة الانسان. دي احد الشركات اسمها بناري هابيتس بدأت تشتغل على موضوع التصميم التوليدي ان ان هو يقول له ولد تصمات كتيرة جدا ويبدأ في الاخر يشوف افضل تصميم. ان انت تعود تفكر في تصميم كل واحد فيهم ممكن يخد له شهر. لا هنا في ثواني بيبدأ يجيب لك تصمات كتيرة جدا وانت تبدأ تختار من بينهم. طيب من النباحات اللي احنا عايزين نتعود نحن نشغل عليها على طول. بس الانستخدمة صح اللي هو. ازاي نستخدم مسلا شهر جي بيتي. تمام خلينا نخش لك على شهر جي بيتي. شهر جي بيتي اداة قوي جدا ممكن ترفع له اي سؤال ويبدأ ان هو يجاوب معيك ويساعدك والحاجات دي كلها. يعني بفرض مسلا انت عايز تتعلم حاجة معينة. مسلا عايزت اخد شهادة مسلا الليد. اقول له انا ارغب في الحصول على شهادة الليد. دي شهادة خاصة بالتدامة. فهجيب لك شرح ليها وتفاصيل بتاعتها وايه المزايا بتاعتها وكل حاجات ديجان. طيب. ممكن تقول له بقى ايه? اعطني. امثلة. لاسئلة. الامتحاد. وعلى فكرة من ضمن الحاجات ان انت تقدر ترفع ملف بدي اف وتسأله. يعني انا بيجي لي مسلا مشروع لسا عود اقرأه الفين صفحة. اقول له انا محتاج كذا وكذا وكذا. تمام? فيبدأ ان هو يساعدني في ان هو مسلا نعمل لي صفحة دي هي اللي هتلاقي فيها الشروط او هتلاقي فيها حاجات خاصة بالبنم وهكذا. تمام? فجاب له اقول اسئلة وجاب لي الحاجات اللي جابها صحيحة ايه والحاجات دي كلها. فعملي تدريب على الامتحاد. ممكن تقول له اديني اسئلة تانية وهكذا. فده قوي جدا لو انت عايز تعلم اي حاجة. ممكن تقول له خد الكتاب التعليمي ده واجهز لي اسئلة عشان ان انا اتضرب عليه بشكل قوي. فطول ما انت بتستخد من زكاة الصناعية هتلاقي لك حاجات كتيرة ممتازة. طيب تعال نشوف حاجة عملية ده في الاتوكاد او في اللوحة الاتوكاد. بدأ يعمل ايه? بدأ يرفع اللوحة مثلا معينة ويقول له اكتشف لي اخطاء اللي موجودة. بدأ يرفع له اه في لور معين او سيكشن معين ويبدأ يشوف الاخطاء. وممكن لو زكاة الصناعية مقالش على الخطأ يبدأ يقول له خلي بالك ان فيه خطأ معين هنا ان مثلا الاعمدة صغيرة جدا او كبيرة جدا فيبدأ ان هو يدربه على ان هو اكتشف الاخطاء. او بدأ ان هو يستعين بالزكاة الصناعية في اكتشاف الاخطاء. ودي هتبه حاجة اساسية ان ان انت يساعدك من ان انت مسلا والله انا مش مطبق اقود بشكل كامل فيبدأ ان هو اكتشف حاجة زي كده يبدأ ان هو يرجع. لا ده المسافات مفروض تصلح. مفروض نخلي بالنا من نوقات معينة. هتلاقي عندك كذا موقع تقدر ان انت تشغل عليهم زي جوجل عملة جيميناي. يعني في موقع كتير جدا. وفي موقع عربية. يعني في موقع اسمه كاتب. ده موقع بالعربي. تقدر ان انت تستخدمه بشكل مجاني. وتقدر تطلب منه يلخص لك حاجات. ويشتغل عرب وانجليزي. تمام? وبش ده بس يعني في اناس في ارب جي بي تي. كل موقع دي تقدر ان انت تشغل بها. وتطلع نتاج جميلة جدا يعني. تمام? ونتمنى انتو تقدروا تعملوا مواقع تانية وتقدروا تعملوا مواقع تنافس لان الموضوع ما بقاش صعب. زمان كنت محتاجة املاقة. ده تقدر تستخدمه بشكل حلو قوي. يعني تقدر تستخدمه عندك على الكمبيوتر بتاعك وتشغل به بدون امشيك خاص. طيب. في برضو ان انا اقول له انتجلي صورة. تمام? ممكن اتدليه مثلا حاجة معينة. ده موقع مثلا اسمه برو اي اي. موقع ممكن تتدليه سكيتش يبدأ يعمل لك رندر له. يعني انت بترفع حاجة بسطة خالص. تمام? هو يبدأ ان هو يعمل لك ممكن تختار الاسطيل اللي انت عايزه تكتب البروميت اللي انت عايزه يعني تقول له مثلا انا عايزها مودرن او عايز تضيب حاجة معينة تمام وتقول له مثلا ابدأ اعمل الصور دي مسلا حاجة كانت مرسومة بلا تكتش اب وابيض واسود وبدأ اعمل لي رندر كتير بس انا كنت قيل له اعملها لي بجودة قليلة شوية كانها منظر قديم حاجة زي كده لكن لي كان انت تطلع حاجات رائع جدا زي كده مسلا تمام تقدر تكتب بس انت بتخيل ايه او انت عايز ايه يبدأ اعمل لك حاجة بشكل رائع تمام دي حاجة اللي كانت مرسومة وده الرندر اللي تلعى تمام يعني هو ده له بس دي تلع له الصورة بشكل دوت فحاجة بتوفر وقت كتير قوي ممكن تكون انت قاعد مع العميل وتبدأ توري له حاجة رندر بشكل حلو بحيث ان انت اخد الموافقة على الشغل وبعد كده تبدأ ان انت بقى تعمل الافكار اللي بعبارية ادوب فاير فلاي طبعا كلنا عارفين شركة ادوب اللي عاملها الفوتوشوب وعدد منها ادوب برمير وافتر افكت وبرامج كتير جدا عامل حاجة اسمها فاير فلاي بتجرب المنتجات بتاعتها او بتجرب الذكاء الصناعي بحيث قبل ما تنزلوا في المنتجة بتاعها حاجة اسمها جنالات الفيل دي حاجة جميلة جدا بيتمجات فوتوشوب ان بدل من اعمل سيليكت بشكل معين واحز في حاجة وحط حاجة لا اعمل سيليكت على الحاجة وقول له غير لي دي لحاجة تانية يعني ممكن واحد يكون مسلا لابس بدلة تقول له شيل بدلة دي وخليه يلبس جلبية مثلا او يلبس اي ملابس صيفي مثلا يبدأ انه يعمل هذا فالموضوع بقى اسهل بكتير جدا من الاول كنت تبذل جهه ده عشان تعمل صورة يعني نعرف واح صاحبي مختلف الفوتوشوب مثلا من عشرين سنة ولا حاجة وكان رافض فكرة ذكاء الصناعي لكن انزلق في الوقت فجربوا مرة قالك لا الحاجة اللي انا كنت بعملها في خمسة ساعات بيتتعمل في ثانية فا اكيد اكيد لو انا بضلت استخدم التولز العادية واحد تاني بيستخدم التولز بتاع الذكاء الصناعي هو يعمل شغل كتير جدا وانا لسه بفكر يعني الذكاء الصناعي مثلا موقع مثلا زي ليوناردو هي الموقع كتير جدا بس انا بسترح جدا ليوناردو ليوناردو بقى في ان انت تعمل فيديوهات يعني مجرد بس تدي له كلمة تلاقي في فيديو تعمل ممكن تعمل الانيميشن ممكن تعمل حاجة كتير جدا هتقول له مسلا اي حاجة انت عايزها اكتب بس انت عايز ايه حد يقترح علينا نكتب له حاجة ونشوف الحاجة تعمل ازاي وممكن ترفع له صورة يعني ممكن تضيف له صورة وتقول له الصورة دي اعمل لي فيها شكل معين حد عنده اكتراحات نطلب منه حاجة اي اكتراح لأي صورة اتعزنها لحد محد يقترح حاجة اقول له مثلا كاتب لي وز دوك ان اي جبت دي دربة تختار من هنا الشكل اللي انت عايزه الاسطيل اللي انت عايزه كل ما تختار واحدة من دول بيغير لك الناتج نهائي ما عنده حاجة اسمه يعني بيحسن لك التكست اللي انت كاتبه يجيب لك حاجة احترافية ممكن تلغيها لو انت عايزه يلتزم بالتكست اللي انت كاتبه والمقاس وانت عايز كم صورة تمام فبدأ يعمل لي الصور بالشكل دوت وعنده كلمة مصر يعني المصر العصر الاسرات او يعني مصر القديمة فتخيل ان انت اتطلب منك تعمل الصورة وعايز تعمل دي باي برنامج هتاخد منك وقت ديه اكيد مش العشر ثواني اللي احنا عملنا فيهم الصور ديه ممكن تقول له مثلا مودرن فيلا تمام وتشوف الصورة اللي هتطلع تمام يعني انت قاعد مع القلانت فممكن تقول له اقول له انا واحدة من دول الاقرب لتفكيرك خلاص تدي له بقى الصورة وتبدأ ان انت تكمل شغل عليها وتعمل له حاجة اا احترافية طيب دكتور ده بكريدت صح؟ لا اللي انا هشرحه لكم كله بمجاني يعني كل اللي انا هقول لكم عليه النهاردة مفيش حاجة فيها بس هقول لحضاك حاجة لا لا هو اللي اناردو بيديك مية وخمسين نقطة كل يوم تمام؟ زايد يعني كل يوميا كل يوم بيديك مية وخمسين نقطة فانا محتاجتش ولا مرة ان انا اشتري منه اا حاجة امتى هشتري؟ لو انا فعلا مشروع وهكسب منه كتير فساعتها بشتري حاجة زي كده انا متعود على كده يعني لو انا هكسب فلوس خلاص بروح مشتري الحاجة وبيحصل كتير ان الواحد بيشتري مدام عارف ان الحاجة دي هاستفاد منها تمام؟ فلو انا معايا مشروع واحتاجت الحاجات دي مفيش مشكلة ان انا هدفع فيها فعندنا مواقع كثيرة جدا جدا يعني تقريبا كل المواقع اللي كانت بتاعها تصور بدأ يستخدم الزكاء اللي اصناع فيها بس الفكرة في الزكاء اللي اصناعي ان انت تدي له برومت مظبوط يعني ما تقولش مدرن لو تسكت تحاول تدي له اسم المهندس المعمري اللي هيعمل حاجة زي كده المكان نوع الكاميرا الزاوية بتاعت الكاميرا كل ما تدي له تفاصيل كل ما اعمل لك حاجة احترافية وحاجة كويسة جدا تمام؟ انا سيب لكم برضو موقع بيساعدك في ان انت تعمل البرومت بشكل كويس يعني هتيجي هنا تلاقي مثلا انت عايز تعمل صورة طب انت عايز الصورة اللي ايه مثلا بقى اني طريقة مثلا سري دي رندر طب الموضوع عن ايه مثلا تبدأ تختار انت طبعا تقدر تكتب الحاجة انت عايز طيب البرسبكتف او عين الطائر تمام؟ الكلر اللي اللي انت عايزها جولدن تمام؟ فيعملك تكتب البرومت الاحترافي اللي انت استخدمت وعمل لك شكل حاجة كويسة تمام؟ ممكن تقول له ايه؟ مودرن فيلا تكتب بقى اللي انت عايزه اهو وتروح هنا مثلا لليوناردو وساعتها ممكن اقول له لا ما تحسليش البرومت ان البرومت بتاعتي كويسة يبدأ يعملك حاجة احترافية فالموقع ده مستو انه بيسهل علي ان اختار الستايل ان انا اختار وانت عايز نوع ايه؟ نوع color وهكذا فاعملك حاجة تقدر طلعلك نتيجة احترافية اهو بقت حاجة زي ما انا عايز بالزبط هنا ممكن ان ابدأ يرفع لك الجودة بتاع الصورة طيب ده برض موقع بتقول له انا عايز ان اعمل صور بيعملك صور تحفة وتقدر استطاع عنك على الجهاز بتاعك دي صورة كنا عملناها مع بعض في جامعة من الصورة اخدنا الصورة تحتجام بكروس ايزانك وهو قلنا ان انا عالي الكواليتي بتاع الصور بايه؟ بص ده فاضل الهنا انت ممكن تدوس على زرار دوت يبدأ يعملك up scale او في مواقع كثيرة جدا بتعمل up scale للصورة اللي انت عايزها يعني في مواقع كثيرة مجانية بتقدر تقول له اعمل up scale يبدأ يكبرك الناردو موجودة هنا بس اعتقد ان هي حاليا بفلوس لكن قريبة هنزل ايه في مواقع كثيرة جدا بتعمل موضوع ال up scale ده مجاني بشكل حلو خلينا نقول له مثلا افضل مواقع لتكبير الصور بالذكاء الاصناعي تحسين الجودة مع تحسين الجودة او بدأ يجيب لي مواقع كثيرة جدا تقدر ان انت تعمل مجرد ان انت اعمل سلكت وتقول له سيرش هيبدأ يجيب لك المواقع هوا مواقع مواقع احنا هتمنى عليه كتير في ان هو يعمل لها صور وعمل صور ممتازة مواقع تستفيد ده من احسن المواقع اللي ممكن تسبد منها ان انت بتدي له حيطة ارض فبيبدأ ان هو يقسم لك مليون تقسيمة وبعد كده تقول له لا انا عايز حاجة ما تزيدش عن خمسة دوار وما تقلش عن ثلاثة دوار فأي حاجة دور او دورين او اكتر من سبعة دوار يبدأ ان هو يجيب لك مليون تقسيمة يلغيها انا عايز مسلا تكون على شكل كزا فيبدأ يلغي لك حاجات الاشكال المختلفة لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها فجميل ودلوقتي بيخلوها تكامل مع البرامج زي الريفت وغيره بيبدأ ان هو يشتغل معها مستو اي تعديل انت عملته يبدأ ان هو يعدل في تصميم نفسه لمنطقة كلها يعني لو عملت سلكت على جزء وقلت له انا عايز اغير حتى دي كل التوزيع كله هتغير مش مضطر ان انت تتعملها واحدة واحدة الباركينج بتغير مساحات الفيلر بتتغير مساحات الشوارع بتتغير كل الحاجات دي بتتعدل بمجرد ان انت عملت اي تعديل لو انت في اي حاجة معينة هيبدأ ان هو يغيرها لك حتى الفرنتشل نفسها بتتغير فالموقع ده يعني موقع حلو قوي هايبر بارد نفس الفكرة وبيبدأ يديك النتيجة لو انا عملت التعديل ده التأثير هيبعمل ازاي هقدر اقجر للناس ولا عدد الشوارع بقت صغيرة فما فيش حد هيرضي اقجرها وهكذا بيعمل تحليل الحاجة وتحليل للراحة والشمسية والراحة زل وكل حاجة بيبدأ دي النتيجة كويسة ده موقع اسمه سواب يعني مجرد ما عملت تعديل في مساحة الغرفة بيبدأ يغير لك الفرنتشل بيبدأ يغير لك الغرفة يبدأ يغير لك المسافات كل حاجات دي بيبدأ ان هو يعدلها بشكل كويس وكل حاجة تلاقي الموقع وهي هتلاقي جنبيه اليوتيوب برضو فيش 3D برضو اي تعديل بيحصل بيعدل لك كل حاجة جواب ده خير احنا نبقى في الوتوكات الزمان كان اي حاجة بتحصل مضطر ان انت تفتح وتعدل وممكن تنسى حاجة وممكن لأ هنا كله اصبح اسهل بكتير من زمان اوتوديسك فورما اي 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 ده مشروح فيديو هوت ده موقع عملاء اوتوديسك قوي جدا بتبدي رحة ارض وتبدأ تقول له اعملي دراسة لصوت العربيات الي في الشارع اني واحدة فيهم اللي الناس هتكون مبسوطة ومش مددقى مبسوطة العربيات فيبدأ يقول لك مثلا والله ممكن الشوارع الداخلية يكون مقفولة بتحسس تجاه واحد بحيس ان الواحد يدخل بصراء يركن وميبقاش ممر الناس كلها ما يتعدي منه ممكن تقول له انا عندي نقطة معينة لو كل شواء بتطل عليها ده هيزود سعر شقة مثلا ان انت بتطل على البحر او على البورج او 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 فيبدأ يجيب لك افضل تصميم يكون حاجة زي كده طب انا عايز افضل تصميم يكون صديق للبيئة ويقلل السيو تو يبدأ برضه يجيب لي حاجة كده دي شركة برضه عاملها جوجل اسمها سايد ووك بيساعدني في تطوير التصميم للثورات الحضرية بحيس ان انا اعمل افضل تصميم يكون صديق للبيئة فيها استدابة فانا بدي له حاجة الارض ويبدأ يعمل لي كذا تصميم ويقول لي افضل تصميم فيهم اللي هيكون تأثير على البيئة كويس او يعني اقل ضرر فهنا برضه بيبدأ يساعدني في رسم المباني بشكل كويس عن هنا طول كوف انا مسلا عملت تصميم فبيبدأ يعمل لي دراسة بحيس ان يشوف ايه احسن حاجة يكون اا نمزجة للطاقة ويكون تحسين دول النهار لما كنا متشغل ده من تمنشغسه هنا لحاجة بتاخد وقت كبير عما تعمل لامزج واحد ووقت تاني عشان تعمل لامزج اتنين تلاتة بتاخد ممكن 3 اسابيع كل لامزج اسبوع دلوقتي لا ده هو في نص صحه بتجي له حاجة يبدأ يعمل لك دراسة ويجيب لك النتيجة بشكل اا ويوفر عليك وقت كتير جدا وهنا بيساعدني ان انا يعمل لي مخطط كثيرة جدا. هنا مثلا ديشتال بلو فورم ده موقع بيتدي له اي مكان على سطح الارض ويبدأ يعمل لك الدراسة بتاعته ويقول لك السيو تو النباتات اللي نار الطبعية افضل تصميم ممكن تستخدمه يبقى عمل ازاي وكل تعديل بيبدأ يقول لي انت ممكن تسفد منه قد ايه والمساحة الارض قد ايه والحدي كلها. بيش هقعد ايه حاجة بنفسي هو بيجيب لي النتيجة على طول. ده موقع اسمه اركي تيكست عامل زي هشت جي بيتي بس هنا بتقول له انا عايزك تعملي مخطط معماري يكون في خمس غرف وفيلا مسحتها كزا يعمل لك المخطط على طول اسمه اركي تيكست. احنا نفسينا بقى الشباب بيتعلموا بحيس ان هما يعملوا مواقع تنافس زي كده. هنا مثلا ده موقع اسمه ماس موشن انا بستخدم برنامج تاني اسمه اني لوجيك اني لوجيك بيعمل ايه نفس الفكرة ان انا عندي مول فعايز ادرس حركة الناس بحيس ما يحصلش نتيجة اي لحظة ان في زحمة في نقطة معينة وده بيستخدم في التجمعات زي الحرم المكي والمدني بيستخدم في الاستادات الحاجات اللي ممكن يحصل زحمة في اي لحظة المدرجات وهكذا فانا عندي الجنراليتف تزاين دي حاجة قوي جدا ان انا بستخدم سكاس نعيف ان انا اديه الفكرة ويعمل لي تصميم كتير جدا وانا ابدأ بقى اقول له لا انا مش عايز التصميم ده باش عايز تصميم يكون في كذا يبدأ يستثني ويجيب لي افضل تصميم مناسب للفكرة اللي انا عايزه ممكن اقول له مسلا ان الغرف دي ابدأ اعمل لي توزيع لها يعمل لي توزيعات كتير جدا ممكن اشكال كتيرة ممكن اقول له انا عايز مسلا اعمل لي بورك بس بشكل دائري وشكل كذا وشكل كذا فيبدأ يوصل للحاجة الوحيدة اللي مناسبة لها ممكن يكون مثلا ايه عايزة اوزع فرنتشر فاقول له انا عندي مدرج ووزع الكراسي فيبدأ يوزع لكاس التوزيع وانا اقول له ده افضل تصميم انا عايزة ودي موجودة في جوا الريفت من غير ما سلطة باي حاجة خالص من كابت بتلاقي الجناليت في تزاين وتبدأ تتشغل به ده مسلا حاجة هيت اسمها برافين سري دي بتبدأ تديره المساحة هو يبدأ يعمل لك كزا التصميم ويقول لك كل تصميم فيهم هيبع عندك كم غرفة والمكسب بتاعك الدي ايه والحاجات دي كلها ولو انت عايزة تتعلمه سايب لك شرح داينو شرح الجراس هوبر الجراس هوبر بتشغل على حاجات اسمها الراينو وهو يعني بقى له فترة طويلة ففيه ادوات كتيرة جدا وفيه كدرات رهيبة جدا يعني الجراس هوبر مع الراينو بتلافي حاجات كتيرة جدا جدا ممتازة يعني نفسنا الجراس هوبر الشغل جوا الريفت هيدينا نتيجة كويسة جدا دا موقع بتديره اي مخطط يبدأ يعمل لك دراسة للانهارة الطبيعية بالذكاء الصناعي بحيس ان انت متبذلش فيه اي مجود خالص ودي حاجة المنسين الشاي يبدأ ان هو يعمل التحليم بتاعه بشكل كويس دا مثال مثلا حاجة الامي بي انا عارف ان اعافلش هنا امي بي بس يعني الفكرة بتاحته انا اشغلت بي في 2009 او 2009 بتقول له اعمل لي التوزيع بتاع الفاير او التكييف او كذا بكود كذا كود اللي انه في بي اي اي او يبدأ يعمل لك التوزيع ويبدأ يشوف لك اذا كان مخالف للك كود في اي نقطة يبدأ يقول لك عليه ودي تولز برضو ممكن تعمل لك تصمات حلوة ده موقع اسمه mnml.ai ده دكتور محمد عبد الشاكور تقدر تديلو اي حاجة مرسومة بخط اليد يعمل لك render interior ai او exterior ai او يبدأ يقول لك احنا عايزين concept a ففي شوية تولز كواسة جدا وتقدر اونلاين ترفع اي صورة وتقدر تعمل عليها تعديلات يعمل لك المستر بلان تختار بس يا دكتور استاذين حضراتك مني مال بكريدت قليل اوي التجربة قليلة انا الحمد لله دكتور مديني نقط كتيرة ده ممكن يعني انت تتكلم عن طالب فساعتها هيديك نقط او تجرب مثلا ايميل او اتنين او كذا طب حضرتك تقدر تخلينا انا تواصل معي دي اسم الشركة هو تقدر تعمل لها مسيج وده الدكتور محمد عبد شاكور تمام والراجل ان شاء الله يعني ما بتاخرش في اي حق خلص فتقدر تتكلم معي ان شاء الله يعني توصلوا الانتفاق كويس خلص تمام ده مسلا موقع اسمه روم جي بي تي ده جميل جدا بتقدر ترفع ايه سورة انت بتصورها للغرفة وتقول له الغرفة دي انا عايزة غير نشان بتاعها يعني الغرفة دي احنا بتصادمها في مطبخ مسلا احنا عايزين نحاولها لغرفة مكتب عايزين نغيرها لغرفة مكتب بستايل كلاسيك فيبدأ يديك صور بحس تتخيل هل هو ده تصميم انت عايزه ولا بحس تقدر ايه ممكن بعد ما تبزل جهته وتبزل فلوسه فجأة مش هو ده اللي العملاء عايزه انما لما اوررله الصورة والمجهود زيرو انت مجرد بتصور الصورة وتختار نوع الغرفة عايزة ايه تبع ايه وتبدأ تشغل بها وموجود الموقع هوت وده التطبيق التطبيق مش مرتبط بالموقع ده دي حاجة وده حاجة ماشي ده روم جي بي تي دوت اي اي بترفع الصورة وتقول له انا عايز اعمل تغيير بيثبت الحوايط بيثبت الشبابيك لكن هو بيغير لك بقى في النتشر اللي جوه بيغير لك الالوان متاع السقف الحد ما توصل انت عايزه ده تطبيقه هوت مجرد انت بتصور صور ويبدأ يديك اقتراحات بشكل بوزهل يعني ده موقع اسمه هوم ستايلر ده موقع بشكل برضو بزكاة صناعي تقدر تبدأ من ملف بدي اف او ملف اوتوكاد او ملف فاضي خالص وتبدأ ترسم كل انت عايزه ويكون سريع معاك وكوهوم برضو كوهوم هوت والشرح بتاع هوت رندر بتاع سهل جدا يعمل لك فيديو في سواني يعمل لك تصمت بطريقة زي الريفت واسهل ده موقع اسمه رانويد ام ال الموقع ده تقدر تعمل منه تعديل منتاج فيديو تعديل منتاج فيديو بصعب لان الفيديو كل ثانية بيبقى في عدد كبير من الفريمات يعني ممكن اثنين وتلاتين فريم في الثانية فهنا ممكن تختار مسلا فيديو تقول له انا عايز الشخص ده تحزفه لي من الفيديو فبيبدأ يتتبع كل لقطة ويحزفه تماما دي على سبيل المثال يعني لكن هو الموقع مليان حاجات حلوة قوي ممكن تستخدمها بشكل كويس طيب ممكن تحط قواعد معينة مع زكاة صناعي ويبدأ ان هو يشوف لو في اي مشكلة يبدأ ان هو يحلها ده موقع اسمه في شوية امكانات حلوة او الموقع دوت على سبيل المثال ممكن تديله حاجة معينة وتقول له ابدأ و لكن انت برمجها بشكل سهل جدا ومسيط هنا مثلا الدينارو الصورة هو جوه الريفيت من غير ما اخذ الصورة ورح اي موقع تاني وبدأ يقول لي والله في الصف يبقى كذا في الخريف يبقى كذا في نفس المبنى بس قدر يعمل كذا رندر بشكل احترافي وحاليا برح اعلان ان هما نزلين الاركي كات يعني كانوا عاملين الريفيت ودلوقات الاركي كات كمين ممكن تقول له انا عايزك تعملي برنامج بيعملها بشكل سهل جدا يعني مجرد بس بتضغط وتقول له انا عايز اعمل كذا هنا مثلا اعمل حاجة اللي هي الاركي سهلة جدا وبسيطة انا سيب لكم الرابط بتاعت الموقع والفيديوهات بحيث ايه تدارو التوصل لحاجة كويسة طيب دي حاجة بقى ممتازة جدا نقف عليها شوية ده برنامج اسم السوليبري لكن البرنامج غالي فانت ممكن انت تبرمج الحاجات دي من خلال الدينامو او من خلال لو انت تعرف بايسون او كده هنا اعمال ايه ادينا لقواعد معينة احنا جردنا لفترة تجريبية وخلاص ادينا لقواعد معينة اولنا له مسلا اي باب لازم يكون مسلا ارتفاعه ما يقلش عن كذا وما يقلش عن كذا فيعمل تشيك لو فوجأ ان في باب مسلا اقل من متر يبدأ ان هو يديني نزور اه لو في شباك مسلا ابعاده اقل من نسبة كذا للنسبة للغرفة بيبدأ يديني نزور يعني بدي له قواعد مش بقول لك لاش من كذا وكذا لا بدي له قواعد مسلا حاجات خاصة بالمعماري بالانشائي بالميكانيكال بالاستدامة ويبدأ يشوفها يعني لو في باب مسلا حديد والفاير فاتنج بتاعه اقل من كذا اديني تنبيه بدل ما انت بتراجع واحدة واحدة وحيط حيطة وباب باب لا هو بيبدأ يعمل تشيك ويبدأ يقول لك اذا كان في حاجة بش مطابقة للموقع طيب الموقع البناء برضو نفس الفكرة اذا ممكن الكاميرا تدى تلدي تنبيه ان في حاجة بش مطابقة للمصفات دي شرك اسمها openspace.ai كنت بتكلم معهم من كام يوم الفرعة التحام في الامراض وانت بتلبس كاميرا فوق الراس وكاميرا دي قمت بتصور طيب 16 ولو فاقب مشكلة انت بتوقف وتسجل ان في مشكلة لان قررت عليهم ان الزكاء الصناعي الحليل الصور وهو اللي ينبهني المشاكل لان اذا ما مختش بالي من اي مشكلة هو كل مرة يتدرب ايه المشاكل اذا المرة فاتت خلاص يبدأ ان هو يخلي بالي من المرات اللي جاية وده برضو بيخليك تتابع الموقع وتشوف ايه جديد في الموقع وهل هو ماشي على نفس التارجد بتاعك ولا السيفتي لو في اي حد مسلا يعني مستخدم السلم بشكل خطأ او ما عملش سيفتي يبدأ ان هو ينبيه ان لا انت مش مطابق لي الكود او للساندرد او للسيفتي اللي حم نضربين عليه فهو الفيديو بحلل ثانية بثانية كل ما يلاقي خطأ يبدأ ينبيها كليل طيب بالنسبة للجي اي اس في حاجة كثيرة جدا خاصة بالجي اي اس هو بياخد الداتا بسبب الكاميرات من الاكمال الاصطناعية من الدرون ويبدأ ان هو يحللها ويتضرب عليها ويكتشف كل حاجة موجودة يعني هو بينايب كل العربيات ويكتشف اه ازا كان في عربية مسلا مسرعة او في عربية عدد عربات زاد او في عربات ممكن تكون في مشاكل يبدأ يحلل للداتا ديت لو في اي اتشاءات في الطرق لقاطها يبدأ ان هو ينبهنا ليها ويحدد نوع شاء وطوله وعرضه وازاي ان احنا نعلقه فلو في اي صور بيبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو ينبهنا ليها ولو في اي صور موجودة في اي مكان يحدد اللوكيشن بتاعها ويبدأ يعرفني اسم الشارع الموجود واسم كذا فيعمل هو تعديل للداتا اللو موجود عنده بيقدر استخرج الصور ويبدأ ان هو يحلل لنا الداتا ويبدأ ان هو يكتبها يعني ممكن تكون الصور في الصحراء بس في مكان في مياه فيبدأ ان يدي تنبيه ان لو في احد عنده مع موبايل وتايف الصحراء او عايز مياه يبدأ ان هو ينتجي المكان دول ودي اعملنا في فترات كتيرة في في دولف افريقيا ان ممكن يكون الراجل موجود وفي مياه قدامه بس هو هيمشي عكسي او يمشي مين او شمال فبنبعث له تنبيه ان المكان ده في مياه المكان ده في كذا بازا كده صناعي ممكن اي صور من غير ما انت كان زبان بتمشي مانويل وتبدأ تحدد اماكن كل حاجة لا هو بيبدأ يستخدم قاعد معينة بحيث ان هو يعمل لك المباني 3D بحيث ان انت تستفد منها فاصبح حاجة السي ان هو يبدأ يستنتج كل المعلومات لو في اي مشاكل يبدأ ان هو ينبهن ليها لو في اي اخطاء يبدأ ان هو ينبهن ليها طيب لو عايز تعلم زكاة صناعي اصبح الموضوع سهل يعني مش محتاج ان انت تتعلم لغات برمجة والحق خالص الا لو انت عايز تتعمك فيه يعني ان التولز اللي موجودة تقدر تستخدمها من غير ما تتعلم انجليزي تكتب له بالعربي وهو بيفهم ماشي لكن لو عايز تتعلم برمجة حاول تتعلم لغة البيسون لان فيها مكاتب كتير جاهزة يعني بدل ما تتبقى بالصفر لا هتلاقي حاجة كتيرة تساعدك في ان انت تعمل انت عايزه هتلاقي مسلا حد عامل حاجة بيتعرف على الصوت ويحاول له كتابة او حد عامل عامل المكتبة بيتفهم الصور مجرد تدعو اي صورة يحللها فهتلاقي المكتبات كتيرة جاهزة وسهلة جدا فالبيسون من اسهل الحياة اللي ممكن تشغلت فيه لغة اسمها رينج تمام او انا من ضمن الناس اللي شغالة في لغة رينج ديت او يعني بحاولها اشرحها او بسهل على الناس دي اللي عاملها واحد مصري اسم محمود فايد تمام لما تدخل على الموقع بتاعه هتلاقي اللغة يعني ناس مصريين كتيرة مشاركين فيها دي مواقع لو انت عايزت تخش تتعمك وتاخد كورسات وحاجات زي كده دي افضل مواقع ياريت ان انت تضربوها وان شاء الله تعجبكم وكل واحدة فيهم المشروح على القناة بمقرابية بالتفصيل ان شاء الله دي بعض الكتب لو انت عايزين برضو ايه تستفيدوا او يعني انت تتعمقوا اكتر ودي المنظمات الخاصة بالزكاة الاصناعي انتقدر تدخل على موقع بتاعها وموت استفيدوا فدي الرحلة سريعة جدا في موضوع الزكاة الاصناعي اتمامنا يعني ما يكونش ضيعت وقتكم ومنتظر بقى لو في احد عنده اي اسئلة نحاول نجاوب عليها مع بعض ان شاء الله وطبعا عاجز عن شكر لمهندس وطن والشباب ربنا يحفظكم لقد اشكر حضرتك جدا انا دكتور بصراحة استفدت جدا. واغلبي ما بجانك كده استفادوا جدا. اه اه اقول بك طلب اخير يعني لو امكان. اكيد حضرتك اتبعت لنا اه 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 احضرت اول مخلص احاطش بتاع طبعا. الله شكراً جداً لأنه يجب ان تقدر كل المعلمات الخاصة بالمجازم له موقع المجازم تمام خلي اي 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 ار وكل حاجة. وفيه ترينج ترينج ده جميل جدا هايديك شهادة مجانية تمام. الشهادة دي مجانية. واشرحك فيها حكيتها جدا ممتسر. فحاولوا ان انتم تستفادوا من الشهادة دي لانها يعني حلوة في وفي نفس الوقت مش تدفع حكي خلص. في نفس الوقت تقدر ان انت تعلم كلها في خلال ساعة اتنين يعني. تمام بازن الله. ممكن تجي هنا وتقول له انا عايز اعمل بروجيكت مجديد او تختار مشروع انت تشغل فيه. التيم بتاعك هو تقدر ان انت تخش بقى في التفاصيل. تقول له اعمل لي الدكومنتس. يبدأ يجيب لك كل الدكومنتس ان انت عايزه. تقدر تشاركها. ده الاي ار ده الاي زودة كل التفاصيل له. عندك و اي ار اي ار. هتبقى اللي انت عايزه. زي ما انت عايز. فان شاء الله يكون افضل اجابة. افضل حجمك تشغل بها. شكرا لحضركوا. واتمنى لو فحدان دقيقة سئلة. طيب تمام. انا ان شاء الله هابعت المنصبطة من البرزنتيشن عشان تساعد منه. واتلاحك كثيرا جدا. انا ما شرحتاش لانا لو شرحتك ان هياخد من نواة كثير يعني فلو في حاجة مش واضحة بعتولي ان شاء الله حاول ايه اشرح بشكل افضل بازن الله. شكرا جدا. اشتركو. اشتركو. انا وافي جدا. ازاكم ونو كل خير. الله يكلم اشتركو. شكرا.